السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ملخص كتاب سألخصكم اليوم كتاب عنوانه ونظام ينتج عن الشاوش للكاتب إليا بريغورجين وإيزابيلا استينجر مؤلف الكتاب يعني ليس مهتمم فقط بدراسة أشياء وتشريحها إلى قطع صغيرة بل إلى دراسة تلك القطع الصغيرة ثم إعادتها إلى مجموعتها أو إلى الكل ودراستها أيضا ويقول لك بأن درس العالم في العسل الحديث على أنه آلة حتى قال لا بلاس الفرنسي أنه إذا كانت لدينا كل معطاية فلن نستطيع فقط معرفة المستقبل بل معرفة الماضي لأن نظرة ميكانيكية بحتة يقول هو تعقبا على هذا المقال أن أنظمة المغلقة هي فقط التي تعمل كالآلة وهذه الأنظمة المغلقة تشكل جزءا بسيطا من الأنظمة الموجودة في كوننا الحالي يقول أن معظم الأنظمة المهمة في هذا الكون هي أنظمة مفتوحة بما فيها البيولوجيا أو الكائنة الحية والمجتمعات والإنسان هي أنظمة مفتوحة تتبادل طاقة مع الخارج ولذلك لا تتصرف كآلة ويقول لك أن محاولة تفهم هذه الأنظمة بشكل آلي تبقى دائما بالفشل يقول في فترة تالية أن جوردان برونو عبر عن زمن على أنه وهم متابعه كثير من العلماء في عصره حتى جاء بولتمان الذي جاءنا بالقانون الثاني للتلمو ديناميك للأسف يقول من فرط المعارضة التي واجهت أعتبر نفسه فشل وانتحر يقول في الفترة التالية في حالة لا استقرار بيناري يعني تأرجح المنظومة وتيار حمصوري فحساب عدد العقدية الذي وضعه بولتمان مضلل لأنه لا يعطي فرصة لظاهرة التنظيم الذي أداتي ولكنها في الواقع تحدث وهذا عكس حساب بولتمان فإن النظام يغزو المنظومة كلها وهكذا فيما بعد فيما بعد القيمة الحالجة لتدرج المفروض يتم إنتاج تلقائي لنظام جديد للجزئيات يقول أن الواقع في الأنظمة المدروسة عكس ما قرره بولتمان في نظام العقديات فإن النظام يغزو منظومة كلها بطريقة ما وإنما هذا يحدث ويقول أن في الشروط البعيدة عن توازن يصبح باطلاً تصور احتمالات متضمنة في مبدأ بولتمان للنظام يقول لك أن يعني لما تكون المنظومة في حالة غير مستقرة و بعيدة عن توازن نظام بولتمان ما يكلش يقول في الفترة الثانية أن عندما تكون المنظومة بعيدة عن توازن فالحتمية تخفق تماماً ويقول أن نقاط التفريع هي النقاط التي يمكن المنظومة أن تسلك طريقاً من بين طريقين يقول أن هذا يهديم الحتمية ويجعل تطور أمراً ممكناً يقول فترة في الفقران التالية أن هايزنبرغ هو الذي أثبت الحتمية في النظام الدري واعتقد العلماء أن هذا في النظام الدري فقط وليس في المنظومة في العالم الجهري ولكن يقول أنهم كانوا مقطعين في العالم الجهري وفي الأنظمة تحديداً في الأنظمة بعيدة عن توازن فهذا هو سيد الموقف يقول أن أحسن مثال على هذا هي الساعات الكيميائية المهتم بالموضوع ممكن أن يشاهد ما هذه الساعات الكيميائية في فيديوهات اليوتيوب يقول لك يشرح لك عمل التغيير عندما تواجه منظومة ما التغيير بدخول عناصر جديدة تقود هذه المكونات الجديدة إلى تفاعلات جديدة يقول أن هذه التفاعلات الجديدة تدخل في صراع مع النظام القادم يقول إذا كانت المنظومة القادمة ثابتة فإن هذه المكونات لن تنجح في تغييرها وسيفنى هذا العمل الجديد ولن يتبت يقول أما إذا فردت أرجح البنيوي نفسه بنجاح فإن المنظومة ستتبنى نظام العمل الجديد يضرب مثال من العالم أو عالم مجتمع الإنسانية يقول أن المجددون يجب أن يتكثروا بسرعة كافية لغزل المنظومة وتبديل نمطها وإلا سيفنون يطرح الآن فكرة يقول لك أن كثير من العلماء اعتقدوا أن جوهر العالم هو البساطة لكن هو الكاتب يعتقد أن البساطة ليست إلا استثناء وإنما جوهر الكون في التعقيد يتكلم في أخير على ألبرت أنشتاين يقول لك أن أنشتاين مرفض حتى آخر لحظة من حياته الزمن معتبره وهما أما نحن نؤكد أن الزمن واللعاكوسية حقيقة وهو ما يقود العالم أتمنى أن يكون هذا الملخص جد مقتضب مفيد إلى ملخص آخر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر